السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سأماني ان شاء الله النهاردة معدنا مع الوحدة التانية الصف السادس الدرس الاول والثاني وعذرا على التأخير في نزول الفيديوهات العلون بتاع الوحدة بتاعتنا النهاردة بيقولي in the restaurant in the restaurant يعني في المطعم نبدأ كده باسم الله الفوكابلالي معانا food اللي هو الطعام الأصناف الطعام بتاعتنا stick 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 اللي هو اللحم شريحة اللحم بيكت بوتيتو بيكت بوتيتو صالد 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 spaghetti 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 meatballs meatballs soup 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 rice 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 sandwich sandwich أو sandwich rare medium medium well done دي طرق تسويت الطعام rare medium or well done medium اللي هو متوسط rare يعني ناقص الطاهي او قبل السوى بقليل well done يعني مطهو جيدا او جيد الطعام الادجكتف زمن العينة delicious delicious ready ready sure sure good good معاي other words كلمات تانية menu menu اللي هي القيمة بتاعت الطعام maybe maybe today is special today is special يعني طبق اليوم waitress 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 waiter waiter how about how about يعني ماذا عن الاكسبريشن زي اللي معنا والprepositions اللي هي حروف القر sounds good sounds good in the mood for in the mood for ready to ready to i think so i think so i think so here you are here you are here you are looks delicious looks delicious looks delicious الconjugations of verbs regular verbs زي order هتبقى الماضي منها ordered cook cooked want wanted look looked الافعال الغير منتظمة irregular verbs think thought think thought have وهاز اللي هي يتناول او يمتلك اه الماضي منها هاد هاذ بتيجي مع اي ووي ويو وذي او اي اسم جمع هاز بتيجي مع هي وشي وقت او اي اسم مفرد الماضي منهم هاد ده في الماضي ايت 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 الماضي منها ايت اه نبدأ المحادسة كده بيقول لي عندي الويترس يعني النادلة او الجرسونة البنت اللي بتقدم الطعام داخل المطعم بتقول hello are you ready to order الومان بتقول لها i think so i'll have a stick يعني انا اعتقد ذلك i'll have a stick يعني انا هاخد شريحة لحم الويترس بترد عليها بتقول لها rare medium or well done يعني انتي حضرتك طلبة اللي stick بتاعك rare يعني ناقص الطه medium يعني متوسط الطه or well done قالت له medium please and a baked potato يعني متوسط الطه من فضلك and a baked potato يعني وبطاطصاية مخبوزة الويترس بتقول how about solid how about solid يعني طب ايه اخبار الصلطة قالت لها sounds good تمام كويس جدا المان بقى بيرد عليها بيقولها what's today's special what's today's special قالت له قالت له spaghetti and meatballs what's today's special يعني طبقه المفضل اليوم ايه spaghetti and meatballs يعني المكرونة لسباكتتي وقرات اللحم good i am in the mood for spaghetti i'll have that طيب انا مزاجي رايح للسباكتتي انا هاخد واحد هاخد طبق من spaghetti and meatballs here you are thanks it looks delicious here you are يعني تفضل thanks شكرا it looks delicious شكله شهي وكده نكون خلصنا الconversation بتاعتنا ندخل مع بعضا على الlanguage notes بتاعتنا عندي number one بيقولي look with sound بيق بعضهم adjective look with sound دايما بعضهم الصفات بمعنى يبدو the cake looks delicious the cake looks delicious يعني الكيكة تبدو لذيذة sounds good يبدو جيدا let's eat some ready to بيجي بعدها in infinitive يعني are you ready to order هل انت مستعد او جاهز لتعطي طلباتك number three have لما يجي بعدها آآ طعام بتساوي الverb eat اللي هو الفعل يأكل لما يجي بعدها شراب يعني حاجة تشرب بتساوي الفعل drink يبقى have ممكن استخدمها ك eat او drink عندي كمان زي هنا i'll have meat i'll have a cup of tea today's special اللي هو الطبق اليوم baked potato is today's special is today's special معايا برضو كمان نكمل language functions اللي هي الوظائف اللغوية ازاي استخدم اللغة ووظفها على حسب الحاجة دلوقتي offering help in the restaurant اعرض مساعدة او اقدم مساعدة في داخل المطعم زي ما الويترس هنا بتقول are you ready to order another فاحمد بيقول i think so i'll have a stick طيب making suggestions ديت بعمل بيها اقتراحات هقدم اقتراح باستخدام how about واختها اسمها what about الاتنين بيجي بعدهم يائما نون يائما verb زائد i energy هنا بيقول how about a solid the sound is good يبقى للرد على الاقتراح بالموافقة or sounds good asking for information هنسأل على معلومات اضافية what's today's special what's today's special يعني الطبق المفضل بتاعكو النهاردة او طبق اليوم النهاردة قالت لي spaghetti and meatballs expressing likes يعني انا هعبر عن موافقتي good i am in the mood for spaghetti i am in the mood for spaghetti انا ليه مزاج للسباكتتي ناخد مع بعض exercise على الconversation اللي احنا سمعناها دلوقتي او اللي احنا اخدناها عندي الwaiter كلمة waiter يعني الجرسون اما الwaitress اللي هي الجرسونة الwaiter بيقول hello are you ready to order هاني بيقول لي i think وعندي space اللي هو النقط هيقول لي i think زي ما احنا اخدناها في المحادثة i think so i'll have fish how not meatballs لما اعرضك تروح لسألين حالا how about how about meatballs sounds good sounds good sounds good what's today's special chicken and spaghetti good i am in the mood for spaghetti i am in the mood for spaghetti spaghetti الاكسرسيز التاني عندي rearrange the following words to make correct sentences هنرتب الكلمات عشان نعمل بيها جمل صحيحة number one بيقول لي i عندي ال i هي اللي هبدأ بيها الجملة عندي كلمة medium have a will stick 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 عندي هنبدأ باي هنبدأ باي هنبدأ باي يجي بعدها will have مع بعضها لأنه ده الفعل i will have a طيب عندي ال medium وال stick ال medium دي صفة وال stick دي اسم دايما الصفة هتصبق الاسم يبقى i will have a medium stick number two عندي am mood for in a i the spaghetti هنبدأ برضو بالفعل i يبقى i am in the mood for spaghetti today's what's special هنقول what's today's special عندي ready to you are order are you ready to order ودايما يا حبيبي لازم قبل ما نحل لازم نذاكر كويس ونقرأ المحادسة مرة واثنين وثلاثة مفيش حل من غير مذاكرة بعد ما خلصنا لسون وان ندخل مع بعض على لسون تو ال word time معانا هناخد انواع الاطعمة او اسماء الاطعمة والمشروبه عندي اول حاجة water water ونطء الامريكي بيقولها water 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 يعني مية water lemonade 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 اللي هو عصير الليمون roast beef roast beef roast beef roast beef يعني لحن بقري مشوي roast turkey roast turkey roast turkey roast turkey يعني اديك الرومي المشوي chicken soup chicken soup chicken soup chicken soup اللي هو شربة الدقائق fruit solid fruit solid fruit solid fruit solid يعني صلاتة الفواكه orange juice orange juice يعني عصير البرتقال coffee 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 يعني القهوة bread 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 يعني الخبز apple pie apple pie apple pie apple pie apple pie اللي هو فطيرة التفاع hot dog hot dog hot dog اللي هو السقوء french fries french fries french fries french fries french fries يعني البطاطس المقلية معانا دلوقتي الconjugation of verbs معايا regular verbs اللي هي الأفعايا المنتظمة هنشوف التصرفات بتاعتنا rent rented rent rented watch 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 watched watch watch it want wanted want wanted wanted معانا الـ irregular verbs كلمة اللي هي الليلة video 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 اللي هو الفيديو family 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 اللي هي العائلة outside outside اللي هو بالخارج film film tomorrow 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 اللي هي غدا نشوف مع بعض الـ exercise بيقولي listen and complete معايا conversation father and mother father بيقول what are you going to لما نيجي نحل المحادثات لازم نقرأ المحادثة كاملة على بعضها فالماذر بتقول i don't know الفاذر i am going to have some french fries and a hot dog that not good i'll have that too hear you thanks it looks delicious how not some more water no thanks طيب ندخل معايا الـ number one بيقولي what are you going to احنا ملاحظين ان هما بيطلبوا طعام وشراب وإن هما قاعدين في مطعم فهنا what are you going to have what are you going to have قالت له i don't know i الفاذر i am going to have يبقى احنا كملنا have لان الاجابة موجودة have تحت i am going to have some french fries and a hot dog that لما نيجي احنا خدناها في الدرس الاول that sounds good i'll have that too hear you الويتر hear you are لما نيجي اتفضل او hear you are فالماذر قالت thanks it looks delicious how about some more water قالت له no thanks معانا تاني تمرين بيقولي and replace it with the correct one معايا اربع كلمات هنعلم دايرة على الكلمة المختلفة number one drank brought ate apple drank brought ate دي افعال غير منتظمة في الماضي لما نيجي نشيل الكلمة المختلفة هنشوف ايه الكلمة اللي مش نفس نوع الثلاثة التانيين وبنعلم عليها دايرة وبنشيلها ونحط بدلها واحدة كلمة تكون من نفس نوع الثلاثة التانيين يبقى نشيل كلمة ابل ونحط بدلها اي فعل غير منتظم في الماضي زي مثلا هاد الماضي من هاد ونت الماضي من جو number two roast beef coffee turkey fruit salad انا عندي roast beef turkey fruit salad دي اطعمه اما coffee مشروب يبقى نشيل كلمة coffee ونحط بدلها ممكن احط chicken ممكن احط bread number three core bread meat steak steak انا عندي bread meat وستيك مأكلات طعام عندي core عربية يبقى هي دي المختلفة هشيلها وحط بدلها اي طعام ممكن احط fish ممكن احط solid number four delicious 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 good restaurant nice delicious good و nice ديت صفات اما restaurant اللي هو مطعم يبقى نشيل restaurant ونحط بدلها cool حط بدلها ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عندي ليمنيد وجوز وملك دولي مشروبات أما فيديو ده هو الفيديو هنشي الفيديو ونحط بدلها أي كلمة بيتكون من نفس نوع الثلاثة التانية معنا تمرين كمان بيقولي العنوان بتالسؤال هنشوف برضو معايا كلمات مطلق بطا احنا هنرتبها عشان نعمل بيها جملة صحيحة دايما هنبدأ بالكلمة المختلفة الملونة اللي تحتها خط عندي أوردر فريزي فرنش ديد هنبدأ بدد ولما نبدأ بدد يبقى ده سؤال yes no question يعني سؤال مبدوء بفعل عفوا سؤال مبدوء بفعل مساعد بيقولي ديد وطالما بدأنا بديد يبقى هيجي بعدها فاعل يبقى ديد they والفاعل هيجي بعده فاعل يبقى ديد they order french fries رقم اتنين i يبقى ده الفاعل هيجي بعده فاعل واجيب المفعول i had three pieces of meat number three he ده فاعل يبقى اللي هي ولي بعده الفاعل he had three six loaves of bread number four do فاعل مساعد هيجي بعده فاعل do you like lemonade number five what يبقى what اداة استفهام هيجي بعدها فاعل مساعد يبقى قول what did you eat yesterday what did you eat yesterday day وبكده نكون خلصنا الدرسين lessons one and two unit two primary six وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته